معنا إن صلاح التوخي يروع بيتنا يبقى مركز في الموضوع ويشايله على سيدره بس برضو مفيش حد قال إنه تعمد يعزب الوضع لحد ما يموته صلاح التوخي في الوزارة معروف عنه إنه ظابط نظيف وجامد مفيش هضايا مرة يمسكها غير لما يجيب أخيرها بس بكرا الناس كلها لما تراجع نفسها وتعرف إن إبني سليم بريء هيختلف الوضع جدا صلاح التوخي أمه الفترة اللي جاي دا يقدوني علينا وهيدور علينا في بيوت الناس كلها اللي نعرفها وأنا بعمل حاصر لأصحابه وقريبه والدور بالكتير يا فانده هيبقى الملف والدام ساعدك وماغز يعني دي أشرك كلابش ومش أي كلابش ده كلابش مع ظابط البوليس مرقبك إنسي وسلم ولو أي حد فيك وحاول يشوفه أو يتصل بيه هتبقى فيه خطورة كبيرة جدا على سليم إحنا حنفضل مرقبين بيتي الوضع اللي معاه اللي اسمه إبراهيم الزوني عايز تلفونه خط بس ما كنش بيسم حد انت عارف أنا كل الناس اللي حوالي بترقبين دلوقتي مين فريق يا يوه؟ كفارة دي دولة عن نفسك كانوا أنت خارج من أعدام إنما أنا بخارج معلم عن الحكومة أنا عارف أنت أوجد عنه مش خاين بس أنا خلاص بعد اللي حصل ما بيتش حصل في حد حتى لو أبوي الله رحمه إحنا في السليم وبعدك يا إذا كان على زناتي إرشين هيسكتوه إرجع أنا منافس لي من أنصاري تهري يا وليد بطع جيه بطع جيه يا سابن سادرك حلين يا رب أنا السبب كل اللي بيحصل ده لو سليم اتصل بيك بلغين اللي بيعملو ده كله مش هيجيب نتيجة أنا آسف على الزيار اللي مش مترتب لها دي والوقت المتأخر اللي زرتك فيه بس عاوزها وده دارتش معاك شوية دلوقتي؟ عندك مانا؟ ولا الوقت متأخر وعندك ضيوف وانا عملك وزعاك؟ لا أنا الواحتي بس أعتقد يعني ما هيش حاجة لطيفة نحنا نتكلم فوقت زي ده أه، متكبرش الحكاية هاو كده الحكاية أبسط من كده بكتير قوي إحنا هنوان نداردش معاها واحد مش أكتر تي في البدة الواحدة؟ لا، عايشة مع ماما بس هي اليمين دول في عمره بس لها؟ ما بدخنش مخطوه؟ مخطوه؟ بس لها؟ واضح حتى ما بدخنش؟ سليم فينا يا فرينا وانا شرف بص يا نزا فرينا يريد تحط نفسك مكاني تفكر زي ما افكر شوفي خيالك ممكن يوصلت اللي حطي فين سليم ممكن يبقى فين لا حط نفسي مكانك ولا تحط نفسك مكاني ومتحيقلي بقى ده شغلك وانت قادرة بيه انا مش فاهم انت متعصابة ليه مع ان الحكاية كلها كان مجرد سؤال سؤال ملحوش اي معنى اكيد انا معرفش سليم فين اتصار بيك اتصارت بيه ما حصلش قلتلك بلاش عصابية انا متوتر منها صبيع كده استعلي نحكم العقل سليم في الظروف اللي هو فيها دي اكيد هتصل باقرب الناس لي مامته واخته هم اقرب الناس لي طبعا بس هو عارف كويس قوي ان مامته واخته مترقبين يبقى مين اقرب لسليم منك من الواضح ان حضرتك متعرفش ان انا وسليم كنا مخطبين زمان واختبتنا تفسقت يعني مفيش اي حاجة تربطنا ببعض دلوقتي بقى امرك انك كد معرفة النهاب بقى امرت انك من يوم الحكاية دي لحد دلوقتي بتوديهم بتروحي وتيجي عالبيت سلمة صاحبتي وتنتناديا مربياني من واحدة صغيرين فطبيعي جدا ان انا اقف جنبهم في مشكلة كبيرة زي دي اه انجع لكن انت سبتوا بعض اللي صلاح بيه انا سمحت لحضرتك تدخل بيتي فوقت غريب زي ده وعمالة من الصبح اجاوبك على اسئلة ملهاش اي معنى بالنسبالي اظن الحد كده بقى كفاية قوي ولو حضرتك كنت حاطت سليم في دماغك فانت حر لكن لحد حياتي الشخصية فمت هيقلي ان دي من الحقي انا لوحتي ولا اعتبر نفسي في تحقيق نعم مين اعلنوا تحقيق احنا متفين انها درداشا ما اعتقدش ان انا وحضرتك صحاب وحتى لو لدى المكان ولا الوقت المناسب لحاجة زي دي وانا بحتذرلك للمرة التانية بس لازم تعرفي ان اللي بيعملوا سليم ده هيضرهم اكتر ما هينفعهم اوعدك لو اتصر بي هبقى بلغوا الكلام ده مع ان المتأكده مسليم مش هيكلم في حاجة تانية اشوف البيت بس ده مش قانوني على فكرة في حاجات كتير قانونية انا ممكن اعملها بس للأسف هتنزيكي انا بعملها المصلحتك اطلع 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 متهيالك فيها لحد كده حضرتك فتشت البيت كله هو فاضل حاجة واحدة بس وبعدين هامشي خالص ان احنا نشوف الجين هنا بس انا ملاحظ ان عربيتك ركنا بره انا مش دايما بركنها جوا لما بكون هاصحة بدري زي بكرة الصبح كده بسيبها بره وبعدين يعني ما كنتش عرف ان حضرتك ناوي تشرفني النهاردة وتضيع من وقت ساعة وانما بسدق اوافر دقتين انام فيه الشاعر بيقول كرماء اطلع ان اوم عمرا وضعت قصرة في العمار طول الصهر نشوف الجين هنا طبقا قدين يا باشا بقى ما كنا خلنالف السجن بكرامتنا بدل المرمات الصدى دي المرة اللي فاتت نطينا في زبالة وربنا كان معنا ونجاز المرة ده هتقول لي نط في البحر الغميد ده ما بعرفش عول متهيق لي كده ما بقاش فاضل حاجة تانية يا سلاح بي ده صحيح بس انا قلتلك من الاول ان احنا كنا بنتطمن على سلامتك بس مش اكتر واتطمنت اه الحمد لله وقاسف ان هي صهرتك زياد عن اللي سفون ممكن بس اسأل حضرتك سؤال قبل ما تمشي اهد فضل هو انت ليه مش شاكك ولو واحد في المية ان سليم ممكن يكون بريء ليه مستسلم لفكرة انه هو شيطان وخلاص مش يمكن تكون غلطان ما اظنش ليه ما بتغلطش ابدا ولا ما تعودش انك تقف وتفكر انه غلطان انا زابط ما باحث وسليم مجرم وهربان وشغلتي ان انا اقبط عليه بس حتى لو شايف انه ممكن يكون مظلوم شغلتي كانت مظلوم وش مظلوم دي شغلانة النهابة والمحكمة اللي هم نفسهم شايفين انه مش مظلوم بس اسليم بريء فعلا ده من وجهة نظرك بدفع شخصي وحتى لو بريء طب ما يسلم نفسه المحكمة تقرر براته لكن لكن طول ما هو هربان انا حفظ الوراء اللي عد ما عبوض عليه ورميه بنفسي في السجن ما اسف مني ازعاكتك وصهرتك زيادها النزوم يلا صباح على خير انت بنقلم بالعكس يا وليد طريقة كلامها معي عشان كده عايزكم من بكرة تشددوا المرابع على البيت وعليها وعلى تليفونها اربعة شكاكتني فيها اكتر يا ابن فهمني مش معنى ان بلتوش عندها انه مش هيروح لها في اي وقت تاني او يتصل بيها او تتصل بيها او تكون عارفة مكان طريقة كلامها معايا عن سليم ما بتقولش انه هم كانوا مخطوبين وهيتجوزوا وتجوزوا وتجوزت فاركاشت لا انا متأكد انه هيلجأ لها لان مكانش اللي جاء لها فعلا عشان كده عايزكم من بكرة تشددوا المرابع على البيت وعليها وعلى تليفونها اربعة وعشرين ساعة انا متأكد ان فريدة دي هي اول الخيط اللي حيوصلنا اسمي الانصاري ولي طب وبعدين اسليم بايه انا كل ما افتكر ان صلاح التوخي ده كان قريب من انا خطوتين ركب تخبط في بعديها انا بس يا عم انت فيه مابتفصلش اسقط بقى شوية الحمدلله يا جماعة كويس انه هو عمالها وجيه واخرصنا منه كده هيبتدي يدور عليك بعيد عن هنا بيتعيق عليك صلاح التوخي مش هشيل عينه من عليك هيفضل كل شوية نبطلك هنا عشكال لازم نفكة هنروح فيه انت كده حياتك هتعرض للخطر ايه يا سليم اللي انت بتقوله ده انت مالك انا اشتكتلك انا موافقة يا سيدي حتى اللي موافقة انا مش موافقة المهم دلوقتي خلينا ننام على اللي احنا نضاملين ومش يجي ثاني النهاردة يلا قدام يا بيه والله ما يجي لنا نوبة سليم ايه يلا يا اهيام خلصي وبطلي لكاعة عايزين نوصل لمستشفى بدل من اطلت عزا كل مرة خلص يا اخوي اهو حاضر خلصنا الا اهوح حبيب قلبه باطب المره ه ه ه ه ه فترة اول يسم قلصت الفتر كله ه ه كلا حال اه distinguished يلا عمي تطاقنا p litter i will iyorum لديك على صلب بابا ربنا شريك يا رسين وزيح عليكم ويسوي انا فيك قادر يا كريم يلا بينا يلا يا مطر هوب 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 يلا بينا على فكرة برايم انا مششكك فيك زي ما انت بتقول ولا انا شايفك بنقدم وحش وانا حسن منك بكتير بالعكس اما تساعد معرفتك مشوفتش منك حاجة وحشة تراجل جدعة ومضيف وغالبا كده تطلع مظلوم والله يا بي وعز الجلال اللي هو مصلوم انا ولاد الحرام لبسون التهمة وعملوا فيها زي ما عملوا معاك بالزبط وانا مصدقك بس انت كمان لازم تفهم انا فين انا تلاعب عليها لعبة كبيرة وانا ظابط وفي عزل سيطارتي ايش حال دلوقتي وانا هربان تفتك ان انا هصدق حد بالحكس انا ممكن اشك في نفسي حد انت ليه بتقول الكلام ده يا سليم بيه عشان مش عايزك تزعل مني احنا بنا عاملين زي الاتنين اللي بيقدمها مع بعض في الجيش شلت عني وشلت عنك كتير وشوية وان شاء الله هتمشي وتسيبني مش عايزك تمشي زعلان ولا صعبان عليك نفسك والله يا بي اذا كان على موضوع الزعل ده نشلش هم يعني مفيش زعل ولا حاجة موضوع المشي ده بقى قسم منصيب يا بيه يعني احنا في قدر وانا هرب من قدر هنلاقي قدر تاني مستنين بس انا يعني كان صعبان علي منك اني نبقى عايشين اكلين شربين مع بعض يا عم انا مش مخونك بعد انت لسه معرفتينش كويس بس عايز اقول لك بقى ان انا اكتر واحد في العالم واكتر ظابط ممكن يسمع من المتهم ويمش ورا كلامه طب انا احكي لك على حكاية زي ما انا انا ظابط صغير في واحد اتمزك كان اسم حودة سيطرة انا حودة سيطرة ساعدتك مش فاكرني من خمس سنين ساعدتك وقفت معايا وجنبي وساعدتين فاكر المشكلة اللي او 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 زاجة محمود اي حد من طرفك او انا خداموا ايوا بي كان في واحد يتمسك اسمه حودة سيطرة يعني ما يتبق على كده ولا إلا حصل حودة به بسم الله الرحمن مصحش ولا الهوى يعني يا دي أول مرة ما أنت عارفاه بيرجع من الجلسة مجون زي ما يكون راخد علقة موت إن شاء الله هيقومه هيبقى زي الفل صغير يا حبيبي قوي على اللي بيجراله ده هو أصلا ما فيهوش حاجة عشان يستحمل العلقة دي كل يقوم الحمد لله ربنا ولطبينا وبيه احمد ربنا ان احنا معانا فلوس نقدر نعالجه ناس تاني عندها نفس الحالة ومعانا عاش ويقولك يا حيام خش انت ارتاحي انت الحدودة طول النهار لا رحيت ايه انا احضر الغده بلا غده بلا عاشه بقولك اسمعي الكلام خش انت ارتاحي اول ما الوقت هنزي يرجع من مدرسة وانا شوية وهنزل على الورشة خش ارتاحي هو كويس ما تسمع الكلام بقى حاجة وتتفعله المئة الف جنيه عشان نسد بوقه ونشوف الدنيا ماشي ازاي بحل كده ماشي انا شط هرمي هوملوا مع انهم حروا ناروا في جدة اهل بس انا ليه شرط لا يتكلم معايا ولا يهوب نحياتي خالص انا اليومين دول مش نايش شوبها والله الحج عنده حق يا متر انا بقول انت تروح تاخد الفلوس عند الحج من المكتب وتخلي الوقت زيناتي يجيلك هو ياخد منك الفلوس اهو كده نبقى بعيدة عن العيون وعن الحتة كلها عين العقل بس يا جماعة انا كنت عاوز اخد رأيكو كده في موضوع يخص الزابط دوا ايه في ايه تاني يا متر حصل حاجة تاني ايه ايه يا حاج ما تهدمارك في ايه اما نعمل ايه بس يا متر طب ساد دوا تأمنوا بالله ان انا ساعات بيتها اللي ان الراجل ده هيطلع لي في الحلم بالليل انا مش عام حاج انت مدي الودة ليه اكبر من حجمه كده لا 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 حماب بيه الحاجة لصفي عنده حق احنا صحيح حطينا الزابط في خانة اليك لكن الاحتياط واجب برضه يا جماعة ايه قوله انا بقول عشان ما نسيبش الموضوع كده احنا لازم نعمل حركة نشد بيها ودن الدخلية عشان ما يوالسوش مع الود دوت حركة يدي انا زود انا هقدم بلاغ للنائب العام اتاهم فيه الدخلية بالتواطق في تهريب الولد دوت والتهاون في حرصته يا سلام دلوقت اقتنعت ان هم اللي هربوه حاج برضو لا 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 يا راجل انا اقتمشي السائل كده دلوقتي يا سياغ النائب هو كل اتهام لازم نصدقه انا نفسي مش مصدق انما سلوا بلدنا نص التهم اللي موجودة فيها ما حدش بيصدقها طالما انت شايبان الدخلية مش هم اللي هربوه ايبا لازمتها ايه الدوشة دي كلها عسما الله عليك قلت ايه دوشة الدوشة دي بقى عشان الدخلية تركز قوي وتدور عليه وتجيبه ما تسبش الموضوع كده للزمن والنسيان انا معايا كميتر في الموضوع اللي انت بتقوله ده بس احنا برضو هانت تهمهم من الموضوع ايه احنا ايه اللي خطنا بالموضوع اصفا انت ملكش دعوة انت وهو انا اللي هقدم البلاغ دوت بصفتي المحامي بتاع ام زياد الولد اللي دمه راح في الارض شهيد المنطقة صحيح هو البلاغ هيفطلع على فشوش لكن يعني العيار اللي ما بيستبش هيدوش ادخل نبقى عز حج خير يا سيد في ايه في واحد وقف برا مش عاوز يمشي فلا بقابل حد ايه عز يدة يقول فاعدة بخشوق الصدمة دامرة يوهوهوه وانتي يا بنتي معنديكش دم ليه انتي مش شايفة من مصاب اللي انا فيها عايزة ان اعملك ايه يعني هامشي على الحيطة وعمل فيها ده ايه البرود ده وابعدين وانا يعني رم رمتي وده وقت غيرها احمراء الشيخ بس با بلا يا وحشك بلا بتاع بق والنعمة قرفلتيني طب لعلمك بق انا في وسط كل المئسيات اللي انا فيها دي ما كنتش بتغيبي عن زهن سنتين على بعض ما هو النعم ايه دا لا قولي واحدة امر لانت قاين طب اديني نافذة طيب ايه 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 عوالتي برده كانت اللي بتماغف انا دا طب لما تيجي بقى لازم تحكيلي الحوار دا بتفشيل التفشيل دا انا عمعي هستفة سم السمام هدوائق حاجة خطر ما تتأخريش عشان انتي وحشاني جدا جدا وفوقك جدا بشوك جدا طيب مستنيك ايه دا خلاص بقى بنت الرغاجة ماشي لما تيجي يلا سلا لا لا مزعلان والله ما زعلان لما تيجي هتشوفي بنفسك ماشي سلا سلا يا بيت الفقرية يا نسو انا عايز الحرف والنعم موسيقى 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 طب ما تدخذنيش يعني أنا تامر إبني علاقته إيه بالموضوع؟ تامر له ثوراجي ولا له علاقة بالسياسة استنى بس يا حاج لما نفهم إيه الحكاية بص يا حاج الموضوع ده ولا علاقة بالثوراجية ولا بالسياسة موضوع باختصار الزبط ده زي ما ظلم زيادة الأرحم وعزبه وقتلوا وظلم كمان تمير ابن حضرتك يما حاول اللبسوا التهمة وظلمك أنت كمان يا رايسة ما حاول أخد منك رشوة وإيه يا جماعة طبعا يا ابني عندك حق كلنا ضحايا لظلم سليم الأنصاري بس بأشكال مختلفة عشان كده بقى إحنا محتاجين نحط إيدنا في إيدين بعض عشان نجيب سليم ونحاسبه على فعله ولا أنتو عجبكم اللي حكومة عملته؟ أيوة طب والحكومة عملت إيه اللي أنا مش فاة؟ هو أنتو مش عافين أن الدخلية هلا هربته ولا إيه؟ يا راجل أه طبعا ومالله هو يهرب إزاي يعني؟ طب المفروض أنا أعمل إيه بقى أشتكي الحكومة؟ طب فرضا إن اقتلعت إن أشتكي الحكوم أشتكي ألمين؟ لربنا؟ ونعمة بالله حاجة ما قلناش حاجة بس إحنا كمان نقدر نشتكيل الناس آه طبعا نشتكيل الناس نوعي الناس نعرف الناس نفضحوا نضغط عليهم لحد اللي يجيبوا سليم ويحاسبوه على فعلتهم عشان يكونوا العبرة لأي الزب تفكر يا مكاية تاني والله يا ابني عيني العقل عشان كده أنا مش جاءل أنا على مصر أبداً ترو ما فيها شباب زي الفل زي انت قلتني اسمك إيه؟ اسمي رامي درويش الله يناور عليك وعليك رايس أنت كمان حارتك ليك دور كبير مش برضو سيادتك عضو في البرلمان ولا إيه؟ والله إحنا بنعمل ربنا بيقدرنا عليه يعني متفقين؟ متفقين علي إيه؟ بصي حاجة محمد بي هيتحرك في البرلمان تمام بسرز نشأة زي ما هو في الجزء القانوني تمام وإحنا من حياتنا عمليه حامل كبيرة جداً في الجرائد ومواقع السوشيال ميديا الفيسبوك وكلام ده حاجة يعني عشان واعي الناس ونفاهمهم يضغطوا على الحكومة ومش بعيد لما الناس تفهم يطالبوا بإعدامه أيها طب أنا وثامر ابني علاقتنا إيه بالموضوع ده؟ إحنا لقلينا في الإعلام ولا في السوشيال ميديا ولا في النت ولا في الكلام اللي إنت بتقوله بالزبط يا حاجة بس الأصلي حكاية كلها بدأ من عندك يعني كل معلومات موجودة عند حضراتك وعند تامر لو أنفع ناخد الكلام ده ومشوره على أسانكم للناس هيحسن مام المصدقية وهتضمنوا معنا خصوة إن أنا حاولت تعمل الكلام ده مع مامة زياد ويا رفض لتتكلم لإنها خايفة طبعا خايفة إزاي؟ أم زياد محدش يقدر يقرب منها أنا المحامي بتاعها والحاج اللطفي في مقام أخوها الكبير وإحنا الاثنين هنتفهم معها علشان تتعاون معك ده غير إن بقى الحاج اللطفي وإبنه هيتعاونوا معاكم كمان الظلم واقع علينا كلنا أيوة إحنا أيد واحدا وشعب واحد يعني انتفقنا؟ همنا هلي تشوفوه؟ لا طبعا مش موافقة يعني مش موافقة فريدة في إيه بس؟ إيه هو اللي في إيه؟ إزاي عايزني بقى متطمنة أنك تروح تستخبع عند واحد علاقتك بيها دوب سطحية أضمن منين بقى أنه هو مش هيبلغ عنك وبعدين أنا مش عارفة يعني أنت عايز تمشي من هنا ليه؟ ما صلاحك ومشي خلاص؟ صلاح مش هيبطل يدور علي هنا بعدين ده في خطر كبير عليك وعلي طم رايح لخطر أكبر منه؟ يا ست اسمعيني حود سيطرة مش خطر أنا مش فاهم أنت متطمن له إزاي؟ ده كان مجرم يا سليم أنا مش متطمن له ولا حاجة بس أنا ما عنديش حال تاني لازم رح استخبه في مكان ما تجيش على بان صلاح هو أنت عايز تجنني؟ يا ست مش عايز أجننك ولا حاجة؟ أنا عايزك بس تفهمين؟ أنا ليه جميل كبير قوي عنده حودة سيطرة وبعدين حودة سيطرة كان مجرم وهو بس بقى كويس ما تلاقيش لا أنا خايفة عليك قوي ما تخافيش كله هيعد إن شاء الله طب إبراهيم لو تعمل فيه إيه؟ هيعمل فيه إيه يعني يا أنيسة فريدة؟ أنا رجلي على رجله أنا وافع عشان خطرك أنت بس يا متر لكن عليها الحرام من ديني ما هنزل على المليون جنيه من ليه ما أحمر ماشي خد المئة ألف جنيه دي دلوقتي يمشي نفسك بيها اروع نفسك كده ودلع نفسك وبعدين هنروح من بعض فينا يا رجلي نحن في مركب واحدة أيوة الله ينور عليك نحن في مركب واحدة يريد بقى تفهم الحج اللوت في الكلام ده واتفهموا إن المركب لو غير قد هتغرق بنا كلنا وأولنا هو بقولك يا زناتي بجيب الفيديو اللي معاك دوت واجيبلك المليون جنيه حدة واحدة ونشيل الصيف من الشتر وبرضو الراجل متهدد من ناحيتين ناحية من الضابط اللي هربان وناحية التانية من الفيديو اللي معاك انسى يا متر الفيديو هيفضل معاك لحد ما موت وفلوسي هاخدها يعني هاخدها أمين يا أبا أمين أنا برضو مصر أن أنت مكبر الموضوع وشايف أن هنا أقام المكان ليك يا فريدة بطالي زن بقى وأنا لازم أفتح لكم البلكونة واريكم كامل المخبري اللي واقف برا المخبورين اللي واقفين برا وأنتشفتهم إزاي ولازم أشوفهم قالوا مكان صلاحة عامل كده طب واحنا هنخرج إزاي والمخبورين دول واقفين هنخرج اهدوا بقى كده عشان لكم هنخرج إزاي دكرت بتحوده سيطرة في عنوان الورشة بتاعته وكمان رقم تليفونه المتاهل نواسكن جنب الورشة جبت الشراحة التليفونهات اللي بتلك عليها؟ اه دول ثلاث خطوط غير بعض كل شوية كده بدل ما بينهم هتلاقيهم بيكلموك علشان ياخدوا بيانتك يحطوها على السيستم يما هيقفلوا الخط انت هتكلموا على طول دلوقتي واشا كده مش تصبب شوية لما نشوف لنا صرفة في المخبورين اللي واقفين بره دول جراب ريه انا زر الشرطة يابدي مش مباد محورة انا عارف انا بعمل ايه طب يعني لو ماخذ يعني هنخرج من هنا ازاي هم واقفين بره اسكتوا بس بسمعوا كده تعرف انا بعمل ايه طب ساعدتك يعني ما لقيدك من حودة سيطرة ده؟ لا انا بتطمن بس يا رشد انا ما ملي ايدك خلص بفي يا حودة انا سليم الانصاري والله فاندي بسعب بحس ان احنا مش هنا غلط وسليم مش هنا اصلا زبانه في اسكندرية في الصعيد وعب يضحك علينا وسيدنا مفحوطين هنا سليم هنا في قاهرة وقريب مننا اوي كمان ولابت القط والفردي لازم تخلص بقا هنا فين بس يا باشا احنا علابنا الدنيا هنا ملوش عصر ده لا يامل عنه هنا لانا ما كانش قدامه فرصة لانه يروح لأي حتة بعيد وسليم بطبع وشكاك واحنا تحركاتنا هتوتره وانا مش عاوز اكتر من كده طب واخرة التوتر ده يا فاندي هيقرر يظهر او يتحرك احنا في اللحظة دي مفروض نكون مفتحين عينينا كويس اوي وجهزين اوي تفاهم حاضر لا لا طبعا زي ما اتفاهم حاضر هستنى من معليك تليفون بكرة مع السلامة مع الفي سلامة باشا مع السلامة حودة 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 ايو اهم مالك يا اخوي امساهم كده ليه تقولك اهم انا عايزك في كلمتين مهمين خير يا اخوي اكفال للشر والله يابي انا خايف من سيطرة بتاعك ده لا يسلم يا سليم نقولك يا عمى برايما انت احنا لسه في اول لو خايف امشي الواحدة وشوفها تروح فين روح فين يا بيت خلاص نحنا بينا اقدر واحد عند اسنوكم انا بشناه يا سليم انا خايفة عليك اوي اوه خايفة من ايه بس ما تخفيش بعدين احصل ايه اوحش من الي احنا في ايه ما خلاص اللي حصل حاصل لا في اوحش ممكن يتقبض عليك وممكن حد بعد الشر يحاول يأذيك اه انت خايفة عليا بجد او انت عندك شك انت مخايفة لي مالو حصل لحاجة ده خلاصي مني وما نعرفي تصدق ان انت غلط غلطة عارف يا سلم انا مش عايزك تمشي لي علشان طول ما انت بعيد عني هبقى خايف عليك لكن وانت جنبي هبقى متطمنة لاني واسقة ومتأكدة ان ما فيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يخاف عليك ولا يحميك قدي هتفضل طول عمرك تعاملينا كنا عائل صغير ايو علشان من زمان وانا بحس ان انا امك التانية اللي لازم تخلي بالها عليك وتحميك حتى من نفسك وحيتي عندك يا سلم اوعدني اوعدني انت تخلي بالك من نفسك حاطر وبطل الجراءة بقى والجنان بتاعك اللي انت بتعود عليه ده حاطر وتكلمني اول بول على طول تطمني عليك ما تتأخرش علي يا ستي حاطر ممكن بقى نقولك حاجة انا عمري ما اندمت في حيتي على حاجة قدي ما اندمت ان احنا سبنا بعض لو لفت الدنيا كلها مش لها واحدة سايك او ايه كمان بس كده ايه اللي بس كده دي انا عندي كلام كتير عايز اقوله لك بس انت شايف الظروف اللي اعنا فيها اممكن لو كنا في الظروف تانية كنت ممكن اقدر اقوله لك ان شاء الله هتخرج منها بخير و ساعتها مش هديك فرصة ما تقولش اللي انت عايز تقوله هتقوله غصبا عنك انا وفيش حد يقدر يخلينا عمل حاجة غصبا عني غيرك بس انت سبتني زمان يا سليم برضو انت اللي خليت ناسي وغصبا عني بس خلص انا عمر بس بك ولا حباية عم نمتني يا فتا ياه ملكش حق يا حودة كل السنين دي مخب علي كل السنين دي مفاهمني انك كنت مسافر برا وعملت حادثة هي اللي خرش ميتك وبهدلك جسمك البهدلة دي وانت الدناية كنت محبوسوا عمالين يضربوا فيك لغاية ما طلوا عنيك وبهدلك كنتش عايزة شليلك هم فوق همك هام كفاء عليك مشاكل العيال وبلويهم وصيب ناشتن في الراجل يومات يا حودة قولوا لها كان بيتنا اتخرب وتبهدلنا اخر بهدلة ملكش حق خص عليك قرفت بقى انا كنت بقفش عليك ليه لما كنت بتجيب سيرته بل ايه اللي بيقولوا عنه في التلفزيون ده كلام كلام هم بتوقع التلفزيون وراهم ايه غير الكلام قاعدين 24 ساعة بيتكلموا وبيتحقوا على الناس والناس انغلبة هي اللي بتصدقهم بس عشان كده انا كنت بحاول افاهمك وانت موخ التخين بس ده ظابط ايه اللي يخليهم يعملوا فيه كده هو ده اللي مدنيني يعني انت مصدق صحيح يا حودة انه مظلوم؟ انا مصدق سليم بيه من قبل حتى ما يكلمني سليم بيه زمان صدقني لما كل الناس كذبتني يبقى انا لازم اصدقوا لما كل الناس تكذبوا ايه يا اخويا انا بس اظبت بس ايه الاثبتات اللي مسكنها عليك عني اثبتات ويا سليم بيه لما صدقني زمان كان فيه اثبتات انا كربت دعم الظلم يا زمان وحاسس ببررته وحاسس بالنار اللي فيها سليم بيه عشان كده ما ينفعش اقلم مش يمكن ربنا همال كل ده عشان اردله الجميل اللي هو عمله معي بزمان خير مالك فريدة كلمت اخت سليم واتفقوا ان هم يروحوا المقابر هي وامه عندي بقى برطبو بقى برطبو طب الكلام ده يحصل ايامت كمان ساعتين اه يبقى سليم عاوز يشوف امه واخته وفريدة هي الوسيد طب ده كويس اوي جاهز نفسك بسرعة علشان يبقى في شرف استقبله favourite اشتركوا في القناة قد ملاارخ Malaysia اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فريدة اشتركوا في القناة